متظاهر محافظة النجف المعتصمون في الساحات والشوارع أكدوا أنهم ثابتون على مطالبهم وعلى رأسها إسقاط النظام الذي يماطل في تحقيق من تفضوا من أجله لكننا اليوم طلعنا لا أحد يمثلنا صار أزيد مئة يوم شهداء وجرحا طينا خير من الله ولحد الآن القمع مستمر لحد الآن مطالبنا ما تحققت لحد الآن الحكومة هاملتنا وفوق هذا دخل البرلمان بعطلته التشريعية مدة شهر ونص ورغم أن المحلة التشريعية لتحديد رئيس الوزراء شخص رئيس الوزراء انتهت هم عطلوا البرلمان ناس قاعدة عطالة بطالة وتريد حقوقها يا حقوق لا الشاي بلا حق لا الطالب بلا حق يعني القانون ماكو الدولة تفوق والشعب واقع بيها كذلك يرى متظاهر النجف أن التصعيد السلمية ضد النظام بعد انتهاء مهلة الوطن التي منحوها له هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم الحق خرجنا مساندين لشباب الناصرية لمهلة الناصرية مهلة الوطن بعد ان عجزنا مع الحكومة الشمطاء لمدة سبعون يوما او اكثر من سبعون يوما من السلمية خرجنا مطالبين بيها بسطحق وقالا لم يعطونا يهراء والآن نحن في تصعيد مستمر من اليوم وإلى أشعار آخر إلى أن تتنفذ مطالبنا نحن متظاهر النجف الأشرف قمنا بغلق الشوارع الداخلية والخارجية كخطوة تصعيدية للضغط على البرلمان لتحقيق مطالب الشعب العراقي وإيجاد رئيس وزراء حسب الشروط المتفق عليها ونحذر البرلمان من التسويف والمماطلة وإلا سوف تكون لنا خطوات تصعيدية أقوى تبدأ بغلق المطار وسيكون لنا تصعيد عالي المثيل ليس له سابق وسوف يرون كيف تكون قوة الشعب ضدهم وإن شاء الله مستمرون بالتظاهرات والاعتصامات والتصعيد حتى تحقيق المطالب التصعيد السلمي يؤكد المتظاهرون في النجف والمحافظات المنتفضة الأخرى أنه الدواء لحكومة فاسدة همشتهم لسنوات طويلة وأن قمع السلطات الحكومية والميليشيات لتظاهراتهم بأبشع الطرق والأساليب لن يزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على تحقيق أهداف ثورتهم ترجمة نانسي قنقر